نبدأ بسؤال رقم 17 سؤال رقم 17 يقول لك ما هو تجد الوزن 5 لتر نحن نحن نجد الوزن حسنا نحن نجد الوزن حسنا نجد الوزن هو نزق النار تنظر تنظر الوزن تنظر طلب من عند وزن يجد الوزن قلي خمسة لتر قبل ان نحول اللتر خمسة في الف ويساوي انه خمسة الاف مل عندي حجم خمسة الاف مل وعندي مقدارها 1.84 1.80 اذا ماذا ستظهر الوزن 1.8 4 في خمسة الاف يساوي انه ويساوي انه 9200 طبعا السوء الى 17 سواء رقو 17 9200 غرام هذا من هو هذا الوزن وطالب بها واحدة طالب بعد ذلك الوزن إذن هنقسم على ألف نقسم على ألف سعوين تسعة بوينت اثنيا كيلو قرام خلص رقم سبعة عشر طبعا نسل سعب الخمسة ونصف وخمسة نحسان وعذروني إذا أسحق أو أشفص بإيه مهم سعر رقم سبعة عشر طبعا ما كفرقتي عدا سؤال أسئلة في وقت ثلاثة وعشرين ما كفرقتي قلت إياها جرت أنه لو يطلبها بالبنت لو يطلبها بالقالون لو يطلبها بالكيلو غرام يعني التحويلات أما الأسئلة في وقت ثلاثة وعشرين لا بها فكر كلامي يعني جرت جمع أو طراحي يا بس جماع علي عموم في قلنا السؤال قل وثمانطاعش قلنا واتزدوي آآ واتزدوي 5 بنت 5 بنت نعرف البنت واحد مقدار 473 البنت الواحد زيان إذا عندي خمسة بنت أضرب الخمسة في 473 راح يطلع علي 2365 مول زيان عندي حجم عندي مجرد ضرب 2365 في آآ سأقوم بالسؤال 1.285 سأقوم بالسؤال طبعاً أنا خربطت أنا خربطت خليت السؤال الرقم 19 استخدمت السؤال الرقم 19 فإنسوا هاي الخط نرجع قلنا الثاني زينب هذا السؤال مذاقي السؤال الرقم 19 والنترق اسد مذاكر مناطنيا قيمت هل تخاف لا تقلق بالامتحان غصباً ما علاقش ما ينطيك إياها بالامتحان غصباً ما علاقش ما ينطيك إياها يجي ناخذها من عتوم بالامتحان يجيك السؤال كامل ومكمل الذي يهتم نهاية فأنا على سبيل الافتراض على سبيل الافتراض سوف أفترض أنه سبيل الافتراض وطلع قيمته أفترض أنه وطلع قبل فقبل أقول طلعنا عدد قلنا خمسة بنت وطلع قيمته 2365 نضرب 2365 في مثل الاسبيل الافتراض ردنا 1.2 سوف يطلع سوف يطلع عنا 2838 غرام وطالبها من عندي بالسؤال رقم 18 قال لها يذهب بالباوند إذن شنو سوف يصير عندي تحويل نحن نعرف أن الباوند الواحد الباوند الواحد الباوند الواحد مقدارة أربعمية واربعة وخمسين غرام زين هنطلع لي إذن الواحد الباوند مقدارة أربعمية واربعة وخمسين غرام زين كم باوند رح يكون عندي من الفين وثمانمية وثمانية وثلاثين غرام وصفتين مطافة رح يصير عندي قسمة الفين وثمانمية وثلاثين وثلاثين تقسيم أربعة خمسة أربعة رح يساوي رح يساوي ستة بوينت خمسة وعش ستة وربع باوند هذا رقم افتراض الاسبيجيغرافي طبعا الرقم رح يطلع عن ناتجها ما رح يطلع مضبوط إذا عدك الاسبيجيغرافي يطلع عامل النت رح يطلع لكن يعني فرق بس الرياضي يطلع أكثر هذا الرقم يتبدل بس سؤال رقم 19 متس دويين كيلو غرام بحاجة 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 طرب ما عند الوزن بالكيلو غرام بحاجة 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 3785 مل تالة كاتبة جوك 3785 مل الواحد قالون نجي مثل ما قلنا نزل القانون نشوف بالسؤال اش طالب من عندي ويت اذا اش سعر ويت علامة الاستفام ونشوف بالسؤال اش ناطين ناطين قالون اذا اش ناطين ناطين حجم يعني سبجيو غرافتي زين هو وقل الواحد قالون الواحد قالون مقدارة اه 3785 مل زين سبث ما قلنا عدنا حجم وعدنا سبجيو غرافتي عدنا حجم وعدنا سبجيو غرافتي اذا الوزن راح يطلع عنا 3785 في اسبجيو غرافتي قلب السؤال قيمة واحد بوينت اثنين ثمانية خمسة وراح يطلع عنا الرقم اه طرع عنا قيمة الرقم 48863 بوينت سبعة غرام وهيدا بنعدي في السؤال بوعدة الكيلوغرام اذا اش حسنا قسمة على الف اذا حيكون عندنا الناتج اه هاي الفائزة هاي تحركت المراتب اذا كناتج عده اربعة ثمانية سدة ثلاثة سبعة كيلوغرام خلاص سؤال رقم 19 سؤال رقم 20 اه 500 مل من الميناريل من الميناريل هذا السؤال ركز لي بي شوية قال لك انه 500 مل من الميناريل من زيت الميناريل استخدمت بالتحضير اه اللتر من الميناريل من الميناريل اه هاي تركزوا بي شوية قال لك به xiئ بطاق مول من ال منائل��� نتهي بطاق مول استطهرة بتحضير التر كال مال 10000 مل 500 مل 500 مل اللي راح احتاجها حتى احضر اوقف الغرامات كم مل راح احتاجها حتى احضر قالون صفان تعدر بيقول كم من اللتر راح احتاج حتى احضر قالون هو قللي ان منال اويل عضرته من استخدام 500 مول من منال اويل حتى احضر منال اويل لاتركام منال اويل اميوجين كم مل راح احتاج بتحذير قالون كامل عرفنا انه قالون قيمته اه تلاتة الاف سبعمية وخمسة وثماني هذا قيمته نعرف عمون وسطين بطرفين ومسطين بطرفين ومسطين بطرفين ومسطين بطرفين ومسطين بطرفين طلعنا الناتج حظر بالوسطين بطرفين طلعنا الناتج 1892.5 مول هذا شنو هذا الحجم المستخدم لتحذيره نرجع للسؤال مرة الثانية F500 مول من منال اويل استخدمت تحذير لتر كامل من اويل اميوجين جد عدد الغرامات من الاويل راح احتاجه ومسطين بطرفين إذا كانت الاسبيلغرافي ديمات ال 0.7 و 2 سيستخدمت 500 مول حتي احذر لتر كم مول هاتا استخدمت احذر لتر احنا احتاج انا 500 مول يعني الحجم شوفوا بالسؤال مثل ما قلنا لازم طلب من عندك يتقلب السؤال قل قل لي اذا شنوه الوزن متشول زين راح احتاج حجم واحتاج بيزيغرافتي بيزيغرافتي نطيني الحجم شلون الحجم الدخط بي شلون اطلع الحجم الحجم قل لي بالسؤال انه انا استخدمت 500 مول حتى احضر لتر كامل منها هيا زين هو كمل راح احتاج من هذا الاول حتى احضر غالون كامل من هذا الاول سويت هاي الطريقة وطلع لي كمل اللي حتاجت حتى احضر غالون كامل هسه اذا شنوه اذا صار عد الحج المستخدم بالغالون شبيه معلوم اذا قانو مالتح يكون 1892.5 في الاشقال الاسبيجيوغرافيتي 0.87 ورح يطلع على رقم و بوحدة الاغراء فكرة ما تبسيط هذا السؤال بس حتى تحتاج تركيز اكثر احضر 500 مول من المناير اويل احتاجتها حتى احضر لتر كامل من المناير اويل املوجين زيان كمل عدد الغرامات اللي راح احتاجها حتى احضر احضرها باستخدام غالون كامل من المناير اويل املوجين زيان بالسؤال ذاكر لي انو انا استخدمت 500 مول من المناير اويل حتى احضر 1000 مول من المناير اويل زيان كم موض راح استخدم باش قدي الحجم راح استخدم مناير اويل من هذا المنزل من هذا المنزل حتى حظر قالوا ان كم من هذا المنزل يعني و بالسؤال قال من هذا المنزل 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 مقدارها 0.87 وصلت الفكرة ان شاء الله وصلت اتقل السؤال رقم 20 كيف هو المنزل من الاتجار من هناك المنزل هذا هو المنزل مجرد تحويل المنزل قيمة المنزل 454 من الاتجار هذا هو مجرد المنزل المنزل هو يريد معلوم معلوم سبيجيوغرافت قيمتها 1.2 1.1.2 عفو الوزن يساوينا 454 غرام هيا 455 غرام لين جبناها قلي باوند 1 الباوند 1 قيمتها 454 غرام في 1.1.2 راح يطلع عنا ناتج قيمتها مجرد القياضيات عليكم السعرق 22 السعرق 23 مجرد مجرد هذا ما تنسيه تطبيق مباشر مجرد كيلوغرام حوالي 1.0 راح يصعد 1.000 غرام سبيجيوغرافت مجرد يساوينا طلب من عند الحجم إذا الحجم المجهول وهذا معلوم وهذا معلوم إذا الحجم مال تح يكون قسمة اه اه شقد بظه كان عنده 1.000 غرام على واحد بوينت ثمانية ثلاثة و راح يطلع على رقم بالمل اه هذا السؤال الفوق. هذا السؤال الفوق. هذا السؤال الفوق. هذا حسي قسمه مضرب. الفوليوم انا متعود على سلطة المعجم. هذا السؤال الفوق. اه سؤال رقم 22 مالباوند. هذا كل السهل قدر كذكرت عليكم. اه مجرد حسي قسمه. الفوليوم يساوي لنا اه اربعة خمسة اربعة تقسيم واحد واحد اثنين. راح يطلع لك الناتج. هذا سيكون قسمه. الهجم مجهول. اه. السؤال رقم 23 حلنا. سؤال رقم 24 ركزي اياه. السؤال رقم 24 قل لي Security calculate the corresponding ways of fentols and propylene. اه طرب من عندي احزب احزب شنو? احزب الاوزان. الفينول. و Alpropylene. F inherently propylene. احتاجتها حتى احضر 24 انبولة او بطل وكل البطل الواحد حجمها 15 مل حتى احضر ال cold sore topical liquid ال cold sore topical liquid اللي هو شو اقلكم نزلة البرد اللي يكون بيه احتقان بالبلاعيم شايفها ببلاعبي و انتها بس سبيه احتقان اذا اقلب المعاري اللي هو افضل المعاري السابق في المعاري اللي هو افضل المعاري اللي هو احضر 24 بطل البطل الواحد و مقدارة 15 مل schools هذه الفواء في سؤال الفك شرطة فهذه المحلقة قبلة الأفضل Burning way of liquid fenoid and propylene طراب بنا عند الوزن من 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 و قال لي ريفا حضر 24 بطل الواحد ب 15 موضع فو قل لي ريفا حضر 24 بطل الواحد ب 15 موضع ايش يقدر كمية كلية يحضر يقدر الحجم يديي حضر كله الكامل ايش يقدر يدبين عندها حجم كامل ايش قد نريد حجم كامل من قصدي ايش قد يدي عند حجم كامل اذا هو يميند اربعة وعشرين بطول بطول واحد خمسطعش مول اي شا سوي اضرب الاربعة وعشرين بطول في خمسطعش مول حتى اطلع الحجم الكامل يريده من عندي قصة الفكرة هو قللي البروبالين والفينول احسب لي احسب لي الاوزان ما اللي احتاجيناها حتى نحضر اربعة وعشرين بطول والبطل الواحد يحتوي على خمسطعش مول حجم خمسطعش مول اذا نشا سوي اول خطوة احسب الحجوم الكليه شقد مقداره الحجم الكلي لان البطالة كامل نريده الحجم كد يريده البطالة كل اللي نستخدمنا الحجم شقد وسط الفكرة اا نكمل الفيديو الثاني اللي اصار طويل